من قصر أنف أبو الهول إذن يا ولد؟ أنا! أنا! يكتب السكك أنا! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من سلسلة سؤال وجوان السلسلة الشهرية اللي بنجاوب فيها على أسئلة على حلقات فاتت فلو أنت عندك أي سؤال بخصوص أي حلقة اكتبه في كومنتات الفيديو ده أو في كومنتات الحلقة اللي أنت عاوز تسأل فيها سؤال من حلقة الحروب النابليونية إيه خسائر روسيا بعد دخول نابليون إلى موسكو الروس خسروا خسائر أكتر من فرنسا في الحرب دي دول كانوا بحرقوا قرى كاملة باللي فيها أراضي الزراعية محاصيل مواشي بيوت مصانع ورش اهو كل ده بسبب سياسة الأرض المحروقة اللي كان بيتبعها الروس الروس في صراعهم مع نابليون خسروا كل حاجة ولكنهم كسبوا حاجة مهمة جدا كسبوا الحرب كسبوا واحد من أعظم القادة العسكريين في التاريخ كسبوا نابليون وجيشه الكبير وفي اللي بيصنفوا الأفضل في التاريخ فعلا متفوق على قادة عسكريين عظماء زي يوليوس قيصر أو خالد بن الوليد وتاريخيا محدش قدر على نابليون إلا الروس ذا الروس بيعيروا الفرنسيين بالموضوع ده لحد وقتنا هذا لأن نابليون لي ما كان مهمة جدا عند فرنسا والشعب الفرنسي حتى بعد كل اللي عملوا فيهم سؤال من حلقة أصله عربي ولكن عندما نهار بيت الحكمة كان المسلمون في شبه الجزيرة الإيبيرية يبدعون وكذلك في غرب أفريقيا ومصر والمرابطين في المغرب هو محدش يقدر ينكر العظمة اللي كانت بتحصل في بقي أراضي العالم العربي بعد غزو المغول لبيت الحكمة وبغداد من حيث العلوم والاكتشافات ونقل المعرفة والترجمة والتعليم بس الفكرة هنا أن العظمة اللي كانت بتحصل في العالم العربي أصلها أصلا هو بيت الحكمة العالم كله كان بيسافر لبغداد مخصوص عشان يتعلم هناك انت عارف يعني إيه مكان واحد بتتجمع فيه كل المعارف والعلوم والكتب اللي في العالم كله وكمان بلغات مختلفة مش للعرب بس ده أشبه بالإنترنت بتاع دلوقتي أو بيت الحكمة كان الإنترنت من ألف سنة تروحوا علشان تلاقي فيه أي حاجة أنت عاوزها من علوم أو تجاوب على أي سؤال بيختر على بالك معلشان كده الفترة دي كان اسمها العصر الذهبي للإسلام لأن غالبيت العلوم الغربية بتاع دلوقتي مستمدة من علوم عربية بيت الحكمة سعت في ظهورها أو على الأقل العلوم الغربية لولا بيت الحكمة ما كانش هتم الحفاظ عليها وكانتها تضيع وضاعت فعلا بعد دراع بيت الحكمة حلقة جميلة بس سؤالي لماذا لم يعدموا نابليون بل قرروا نفيه مرتين رغم محاولاته المتكررة للعودة للسلطة السائد زبان في التعامل مع الطبقات العليا سواء ملك أو قيصر أو أمير أو سلطان أو غيره هو النفي القتل أو الإعدام كان الوسيلة اللي بيتعاملوا بيها مع الطبقات الفقيرة ونابليون ما كانش أي حاد دا كان إمبراطور فرنسا من 1805 لحد لمنهار علشان كده أيام الصورة الفرنسية الصور الفرنسيين طلعوا قوانين بيضمنوا بيها المساواة بين كل طبقات المجتمع في كل حاجة حتى في العقاب مفيش حاجة اسمها اتنين يغلطوا نفس الغلطة واحد فيهم يتعدم وواحد فيهم يتنفي علشان كده الصور أعدموا الملك لويوسا 16 والملك ماري أنتوانيت علشان يورروا أوروبا كلها أن الإعدام هيكون من نصيب أي حد مش طبقات الفقيرة بس هي اللي تتعدم والطبقات العليا تتنفي وده يدل على أن السائد في معاقبة الطبقات العليا زمان هو النفي وليس الإعدام وده بالضبط اللي حصل مع نابليون بصفته واحد كان من الطبقات العليا كان واحد من ملوك فرنسا أو أباطلة فرنسا يعني عشان نكون دقيقين فإحنا مش نروح نعدم نابليون عشان نبقى عدمنا طبقات العليا زي ما الصور عاوزين إحنا مش بندعم الثورة إحنا مضادين للثورة و علشان نصبت ان احنا مش بندعم الصورة هننفي نابليون مش هنقتله عندي سؤال وش تتوقع نهاية الحرب الروسية الاوكرانية تنتص الروسية ام امريكا و هتفق مع بعض عرب محترمة و هتفق مع بعض على شوية شروط اللي من ها ان روسيا تنسحب من كامل الاراضي الاوكرانية مقابل ان اوكرانيا تتوعد انها مش هتخش حلف الناتو ولا الاتحاد الاوروبي ولا اي حاجة من الحاجات اللي روسيا مش بتحبها دي ومين اللي هيطلع كسبان في الليلة دي كلها؟ روسيا لانها عملت اللي هي عاوزها ومنعت اوكرانيا من ان هي تخش اي حلف من الاحلاف اللي امريكا بتسيطر عليه بشكل غير مباشر ده غير المكاسب السياسية والاقتصادية الضخمة اللي روسيا حققتها اثناء الحرب يا باشا ده الاول مرة من ايام الحرب العالمية التانية نشوف امريكا مش مسيطرة على السياسة ولا الاقتصاد العالميين امريكا القطب الاوحد في العالم مش مسيطرة وده مش العادي اللي احنا متعودين عليه وكل ده بسبب الحرب الروسية الاوكرانية طبعا كل اللي فات ده كان تأليف مني الله واعلا ما هيحصل من قصر انف ابو الهول اذا يا ولد؟ معرفش الحقيقة من طلع اشاعة ان نابليون هو اللي قصر مناخين ابو الهول؟ شوية بيقولوا اثناء معركة مبابا وشوية يقولوا ان نابليون هدت شعب مصر ان هما لو ما اطعوهوش هيدمر ان الاهرامات ابو الهول ووجه ما ادفعه فعلا ناحية ابو الهول واطلق قذيفة ولكن القذيفة دي ما دمرتش ابو الهول ولكن كسرت مارخينه بس اساطير كتير معرفش مين طلعها وامتى طلعت ويعني ايه سببها اصلا يا اخواننا نابليون كان مبهور بالحضارة المصرية القديمة ده جاب علماء معاه مخصوص علشان يدرسوها يا عم نابليون انت رايح مصر علشان تقطع طرق التجارة عن انجلترا ومستعمراتها في الهند ملوش لزوم يعني دراسة الحضارة ولكن لا نابليون اصر ان الحضارة المصرية القديمة لازم تدرس معجب بيها الحضارة يعني نقوم احنا نتهم ان هو عادي يدمر ابو الهول اي نعم هو حرام كبير وسرق من مصر اصار كتير تقوم متاحف والاصار فعلا مقومة متاحف اوروبا كلها ولكن ان هو يفسد حاجة معجب بيها للدرجات دي صعب دا في نقطة الاجانب اختراعوها بتقول ان السبب الوحيد لوجود الاهرمات وابو الهول في مصر لانهم اتقل من انهم يتشاروا على سفن ويروحوا على اوروبا اللي هو يعني نابليون لو بايده كان خد ابو الهول على سفينة وطلع به على المتحف اللوفر وبعدين احنا هنروح لبايد ليه في رسومات كتير جدا لمؤرخين من قبل ما نابليون يتولد رسمين صور لابو الهول من غير مراخين يعني ابو الهول مراخين وقصورة من قبل ولادة نابليون فخلاص يعني الموضوع منتهي هل صحيح ان نابليون مات مسموم؟ في فعلا روايات بتقول ان نابليون تعرض للاغتيال بالسم مش مات موتة طبيعية زي ما الناس كلها بتقول خصوصا ان اسناء نافيو الاول في جزيرة قلبة تعرض لمحاولات اغتيال كتير ولكنه كان بينفد منها فما نستبعدش ان حتى بعد نافيو المرة التانية محاولات الاغتيال دي فلدة مستمرة لحد لما نجحت ولكن في اللي بينفي كل الروايات دي وبيقول ان نابليون مات موتة طبيعية جدا بسرطان المعدة اصلي معلش يعني هو مات بعد ست سنين في المنفى مش اللي هو راح المنفى ومات على طول بالسم ما هو خلاص مابقش في منه اي خطر فلو انا عايز اقتله استنى ست سنين ليه خاف يعني اللي حسن يحاول يلجع الحكم فرنسا ما هو بقاله ست سنين في المنفى ما عملش اي محاولة تاني بعد محاولته الاولى اللي نجحت فعلا باهم جدا انه استسلم بصراحة الكلام اللي قلته خطير جدا وفيه قراءة مغيرة للتاريخ لو كنت تتكلم عن حدث تاريخي له مصدر مؤكد ومعترف بي فمحدش يقدر يتكلم عليه ده تاريخه موسق انما لو بتتكلم عن حاجة فيها تحليل شخصي مني فانا مش بعمل اي تحليلات شخصية في اي حلقة الا لما تكون مبنية على اسس سليمة ومفيهاش اي تضارب مع احداث تاريخية موسقة ممكن تكون فعلا ملهاش مصادر ولكنها بتكون بديهيات انا بس بحاول اوضحها بصورة ابسط للناس انا مستحيل لقل التاريخ من عندي لان في مسئولية كبيرة في الكلام اللي انا بقوله فطالما تحملت المسئولية لازم اكون قدها اولا شكرا على اطالة الحلقة كله في سبيل افادة المشاهد ومتعته ثانيا ارجو منك ان تعطينا موعيد حلقتك الاسبوعية وثالثا ارجو منك المزيد من الحلقات للاسف موعيد الحلقات مش سابت لانها بقت طويلة وبقي تركز في تفاصيل اكتر فبقت متعبة جدا يعني زمان الحلقة العشر دقيقة كان بتاخد اربعة ايام شغل من اول ما تيجي الفكرة في دماغي لحد لما الفيديو يتنشر على اليوتيوب انما دلوقتي الحلقة بقى التحدي تلت ساعة وفيها تفاصيل اكتر بكتير فما بقاش يكفيها اسبوع بحث ومصادر وكتابة ومراجعة تصوير وإدت ومونتاج وإفكتات الحوار كبير 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 وفوق ده كله انا شغل وحدي للاسف رابعا ارجو منك التفاعل مع التعليقات لنعرف هل انت تجاهد تعليقاتنا او لا شكرا بشوف كل التعليقات مفيش تعليق واحد بيفوتني سواء سلبي او ايجابي سؤال من حلقة محمد علي باشا واستازنا سمعت ان محمد علي قام بانشاء مصانع في مصر وكانت اليابان ترسل طلابها لمصر في عهده هي مصر اثناء فترة حكم محمد علي باشا كان لها جانبين جانب حلو وجانب وحش الجانب الحلو هو ان نحول مصر الى قوة عالمية جبارة كانت في يوم من الايام بتهدد اوروبا سياسيا واقتصاديا وعسكريا مصر زمان كانت اشبه بالصين بتاعد الوقتي اما الجانب الوحش هو ان محمد علي للأسف قصر الشعب المصري قصرة بنحسها لحد وقتنا هذا دايما بنسمع مقولة ان الشعب المصري ماينفعش معاهم حكم ديمقراطي لازم ديكتاتورية لازم حاكم دموي لازم حد يحكمهم بالكرباغ ماينفعش معاهم الطبطبة والمحايلة وشغل الدبلوموسية ده اهو كل الكلام ده بسبب محمد علي اللي حرفيا حول المصريين لعبيد اخذ منهم اراضيهم وشغلهم فيها بالعافية وببلاش الفلاح المصري كان بيشتغل في ارض من كم سنة كانت بتعتبر ارضه ودلوقتي بقت مش بتاعته وكمان مش بياخد خيرها زي زمان داي دوبك بتترميل وفتافيت منها يعني خسر ارضه وخسر الخير بتاعها ده غير التجنيد الاكباري المزل اللي عمله محمد علي باشر في مؤرخين بيقولوا ان الزباط ايام محمد علي كانوا بيجروا المصريين وراهم زي الحيوانات يروحوا كده على بيوت المصريين ويشوفوا الشباب منهم ويربطوهم ويجرواهم وراهم لحد منطقة التجنيد ومن كتر العذاب اللي كان بيتعذبوا المصريين في فترة التجنيد كان فيه منهم اللي بيعمل في نفسه عاهات مستديمة يفقع عين ويقطع صباعه ويقطع حتى من رجله اي حاجة تخرجوا من التجنيد وكل كوم ومسباحة القلعة كوم تاني خالص الف وخمسمائة بني ادم دموهم سال على اسوار القلعة اه دي فعلا اللي قسرت شكرة المصريين وخلتهم عندهمش اي استعداد انهم ما يعرضوا اللي بيحكمهم اهو كل اللي حكينا ده رب الرعب جوه المصريين من اي حاكم يحكمهم والرعب ده الاجيال بتتورسوا لحد وقتنا هذا الحاجات اللي عملها محمد علي من 200 سنة اصارها ظاهرة لحد دلوقتي هو انا خرقت عن سياق السؤال انا خرقت فعلا عن سياق السؤال سوري اندمقت شوية ايوه ايام محمد علي مصر كانت مليانة مصانع حتى مصانع الاسلحة كانت موجودة في مصر ايام محمد علي مصر كانت بتصنع اسلحيتها بنفسها ولكن مش متأكد من معلومة الطلاب اليابانيين ولكن كان فيه طلاب اجانب كتير جدا في مصر وخصوصا الاوروبيين بس يابانيين معرفش بصراحة خصوصا يعني ان اليابان بعيدة سؤال من حلقة الكساد العظيم 1929 ذكرت في المقطع ان هناك 19 مليون حالة بيع 5 اضعاف حالات الشراء المعروف ان مقابل كل حالة بيع حالة شراء فلذلك السؤال كيف استطاع الناس بيع اسمهم ان لم يكن هناك حالة شراء حلو السؤال ده القانون في البورصة بيقول فعلا ان لازم كل عملية بيع سهم يقابلها عملية شراء ليه؟ لان البورصة هي سوق حرفية ناس عرضة اسهم شركات هي بتمتلكها للبيع واللي عاوز يستثمر في الشركات دي بيروح يشتري الاسهم اللي الناس عرضاها لحد هنا تمام تمام نخش بقى عالتقيل انت لما بتيكي تشتري سهم في شركة معينة مش بتروح لها تقول لها لو سمحت يا شركة انا عايز اشتري سهم منك لا ده انت بتدور على اسهم الشركة دي المعروضة للبيع من بيعين مختلفين وتدور على افضل سعر للسهم عشان تشتريه في اللي بيكون عرض اسهم الشركة دي بسعر عالي جدا وفي اللي بيكون عرض اسهم الشركة بسعر واطي فانت طبيعي هتروح تشتري الاسهم اللي سعرها قليل وهتفكس خالص للي سعره عالي فاللي عرض سهمه بسعر عالي هيضطر ان هو يوطي السعر شوية علشان يقدر يبيع فيبتدي يقلل سعر السهم اللي هو عرضه يقوم الناس برضو اللي بيمتلكوا أسهم في نفس الشركة دي يقللوا أسعارهم هم برضو علشان يقدروا يبيعوا ويقعد كل واحد فيهم يقلل السعر عن المنافسين ومن كتر مبايعين للأسهم بيقللوا أسعار الأسهم علشان يقدروا يبيعوا أسعار الأسهم بتنهار سعر السهم كان عشرة ما حادش راضي يشتري قللوا خليه تمانية برضو ما حادش راضي يشتري سبعة خمسة واحد اهو في حالة الكساد العظيم بتاع سنة 1929 في يوم الثلاثة الاسود كان في 19 مليون سهم معروضين للبيع من شركات مختلفة طبعاً وما اتبعش منهم غير 4 مليون سهم بس ويمكن أقل فانت عندك 4 مليون سهم بس اتباعوا من 19 مليون معروضين فباقت 19 مليون اللي لسه ما اتبعوش قعدوا يقللوا في أسعار الأسهم دي علشان يقدروا يبيعوا علشان يقدروا يتخلصوا من الأسهم الخطرة دي فيقللوا في الأسعار يقللوا في الأسعار يقللوا في الأسعار لحد ما أسعار الأسهم بقت في الأرض وحصل انهيار البورصة اللي حكينا عنه في الحلقة فلما أقول إن فيه 19 مليون عملية بيع أنا أقصد 19 مليون سهم معروضين للبيع ولما أقول إن فيه 4 مليون عملية شراء المقصود إن 4 مليون سهم بس من قصر 19 مليون هم اللي تم تداولهم واللي ما يعرفش إيه اللي حصل أنصحه وبيشدة يروحشوا في حلقة الكسادة العظيمة 19-20 هيعرف فيها تفاصيل أكتر وهيستفاد جامع نابليون توق في ديسمبر 18-4 ولكن بما أنه إمبراطور غير شرعي فكان يحتاج معركة لتأكيد أحقيته وقد جاءت معركة أسترليدز في 1805 نابليون كان إمبراطور غير شرعي؟ لا طبعا نابليون توق إمبراطوره لفرنسا بصورة شرعية جدا في حفل كبير ومهيب حضروا بابا الكنيسة الكاثوليكية بنفسه علشان يتوق نابليون إمبراطور بصورة رسمية وشرعية لأن التقاليد في أوروبا بتقول إن لازم تنصيب الملوك أو الأباطرة بيتم عن طريق بابا الكنيسة الكاثوليكية بابا الكنيسة هو اللي بيحط تاج الملك على راس الملك أو الإمبراطور وعلشان يكون فيه تبادل قوة ما بين الملك والبابا فزي ما البابا هو اللي بيتوج الملوك فالملوك هم اللي بيعينوا البابا ونابليون ما كانش حابب الحوار ده انت بابا على العيني وعلى راسي ولكن معلش سلطتك مش هتكون أعلى من سلطتي فنابليون دع البابا فعلا علشان يجي لفرنسا وينصبه كامبراطور فلما البابا جه علشان يحط التاج على راس نابليون نابليون رفض وهو اللي مسك التاج وتوج نفسه بنفسه امبراطور لفرنسا علشان يبين قدام نص مليون شخص من اللي حضروا الحفلة ان سلطة البابا مش اعلى من سلطتي وانا نابليون بورابارت الحاكم الاوحد للامبراطورية الفرنسية سلطة البابا ممكن تكون اعلى من سلطة باقي ملوك اوروبا ولكنها مش أعلى من سلطة نابليون كان مجنون وخذت بالك من عدد الحضور نص مليون بني آدم حضروا حفلة التتويج كل دو في الآخر نقول إن التتويج غير شرعي أما لو كان شرعي كان جاب ناس من كواكب تانية يمكن يكون غير شرعي بتقاليد النهاردة لأن أوروبا زمان كانت مليانة عبث وجهل عندما اكتشف كولومبوس الأمريكتين هل كان يظن أنها الهند أو كان يعرف أنها قارتين جديدتين على الخريطة كولومبوس اكتشف الأمريكتين سنة 1498 وفضل يتاجر مع سكانها لحد الأمامات سنة 1506 وهو فاكر إن السكان دول هم الهنود علشان كده كان اسمهم الهنود الحمر هنود لأنه كان فاكرهم هنود وحمر لأنه كانت بشوتهم بتميد للحمار وبعد موت كولومبوس ظهرت الحقيقة الأراضي اللي كولومبوس كان بيروحها وهو فاكرها الهند ما طلعتش الهند دي أراضي جديدة تماما والناس اللي كولومبوس فضل يتاجر معهم لمدة تقريبا 7 سنين وهو فاكرهم هنود ما طلعوش هنود دلوا السكان الأصليين للأراضي الجديدة كولومبوس المسكين عاش ومات وهو فاكر إن الأراضي اللي نزل فيها دي هي الهند دل لو كان عارف إن الأراضي دي أراضي جديدة ما حدش اكتشافها قبل كده مش بعيد كان أنشأ مملكة هناك كان سماها مثلا مملكة كولومبوسيا أو الولايات المتحدة الكولومبوسية أو كان سماها مثلا كولومبيا آه لا هو فيه كولومبيا فعلا وكولومبيا متسمية تيمنا بكولومبوس بس مش هو اللي سماها وانت عايز اسأل حضرتك سؤال هو ازاي الدولة الرأسمالية بتجيب فلوسها وهي بتعتمد على الشركات الخاصة يعني فيسبوك مثلا المفروض الربح بتاعها يروح لصاحب الشركة مش للدولة وهكذا باقي الشركات ومعروف ان اصحاب الشركات دي بيعرفوا يتهربوا من الضرائب او على الاقل مش الضرائب هي اللي هتعمل اقتصاد زي الاقتصاد الامريكي النظام الرأسمالي بيعتمد على رؤوس الاموال بين قسين الشركات الخاصة بيجي مواطن عادي خالص يعمل شركة فالشركة تكسب فتدفع ضرائب عن المكسب ده وكل ما المكسب يزيد الضرائب بتزيد فالفلوس اللي رايحة للدولة بتزيد يعني مثلا لو انت بتدفع 10% من ارباحك كضرائب للدولة فانت على كل 10 مليون دولار هتدفع مليون دولار ضرائب ومعلش يعني 10 مليون دولار مكسب ده ولا حاجة بالنسبة لشركة بحجم فيسبوك دي شركة بتحقق ارباح بالمليارات وبناء عليه بتدفع ضرائب بالمليارات ما بالك بقى بشركات اكبر من فيسبوك زي جوجل وقبل ومايكروسوفت وتسلا والعتاولة دول كلهم اللي كل واحدة فيهم ممكن تكسب 50 مليار دولار في السنة عادي خالص يعني كل واحدة فيهم هتدفع على 50 مليار اللي كسبتهم 5 مليار دولار ضرائب كل واحدة كل شركة ده على اعتبار يعني ان الضرائب في امريكا هي 10% الله اعلم يمكن اكتر ويمكن اقل ولكن اعتقد ان الفكرة وصلت بس لسه مخلصناش الحكومة المحترمة مش بتاخد الضرائب دي كلها وتحطها في جبها لا طبعا دي بتعمل بها مشاريع حكومية يعني هي بتاخد ضرائب من ارباح مشاريع علشان تروح تعمل بها مشاريع تجيب ارباح تاني فالفلوس اللي داخلها للدولة تزيد وحاجة تاني كمان ان فيه سرعوات طبيعية تاني للدولة بتجيب لها فلوس برضو بالاضافة لفلوس الضرائب اللي اخدتها وفلوس الارباح اللي جات لها من المشاريع اللي عملتها اللي عنده بترول مثلا زي دول الخليج اللي عنده معادن زي دول وسط اسيا اللي عنده موقع جغرافي متميز زي تركيا اهو كل الفلوس دي من ضرايب وشركات حكومية وصروات طبيعية اخلطها مع بعض هتديك اقتصاد الدول وانت عملت حلقة باسم مصر بتجيب فلوس منين ممكن تشوفها تعرف فلوس الدول بتيجي منين بالتفاصيل ملحوظة صغيرة كده النظام الرأس مالي الحديث بتاعة دلوقتي اشتراكية من حيث الخدمات الحكومية والضرايب اللي بتدفع ورأس مالية من حيث المشاريع الخاصة مفيش دولة بتعتمد على الرأس مالية الصرف او الاشتراكية الصرف اه؟ الصين مثلا اللي هي تعتبر يعني دولة اشتراكية واخر ما تبقى من الشيوعية فيها شركات رأس مالية كتير جدا زي مثلا شركة هواوي وامريكا اللي تعتبر الراعي الرسمي للرأس مالية فيها سياسات اشتراكية كتير جدا من وجهة نظرك هل الحرب الاوكرانية الروسية ممكن ان تشعل فاتي للحرب العالمية حرب عالمية يعني صراع مباشر ما بين دول كبرى امريكا روسيا الصين انما الحرب الروسية الاوكرانية فهي صراع ما بين روسيا اوكرانيا بصورة مباشرة وروسيا وامريكا بصورة غير مباشرة امتى بقى ممكن يحصل صراع ما بين روسيا وامريكا بصورة مباشرة لو كانت امريكا بعدت جندها وقوتها للاراضي الاوكرانية علشان تحارب روسيا او كده رسميا امريكا بتحارب روسيا وده اللي اسمها حرب عالمية لان كل دولة هتقعد تعلي على التانية في التسليح العسكري وفي استخدام الاسلحة لحد لما نوصل للتوب السلاح النووي وتبدأ حرب نووية لا يعلم مصيرها الا الله طيب هل ممكن امريكا تبعد جنودها علشان يحاربوا في اوكرانيا بصورة رسمية لا ولو كان في نية انها هتعمل كده كانت عملت كده من زمان ده الحرب داخل على ثنتها التانية مين هم الممليك؟ ده موضوع كبير جدا ده مئات السنين من التواريخ والاحداث والصراعات يعني صعب يتجاب عليها في حلقة اسئلة فلو عايزين حلقة عامة عن الممليك ياريت اكتبولي تحت في التعليقات السلام عليكم يا علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليه محمد علي باشا حكم مصر مع انه من اصول البانية وكيف البانية دولة اسلامية او زوء اغلبية اسلامية حاليا ده طبيعي اصلا ان حد غير مصري هو اللي يحكم مصر اخر مصري من اصول مصرية حكم مصر كان الملك الفرعوني نختمبه الثاني اللي هو سنة 300 وحاجة قبل الميلاد وبعدها مصر ما حكمهاش اي مصري تاني على الاطلاق بعد الملك نختمبه الثاني يجي الفرس وبعدهم اليونانيين بقادة الاسكندر الأكبر وبعدهم الرومان وبعدهم البيزنطيين وبعدهم العرب المسلمين بمختلف دولهم سواء الخلافة الراشدة او العباسيين او الامويين او الفاطميين او الايوبيين او الممليك او العثمانيين او الاسرة الالبانية العلوية بقادة محمد علي باشا واخرهم كان الملك فاروق اول حاكم مصري يحكم مصر من ايام الملك الفرعوني نختمبه الثاني كان محمد نجيب سنة 953 لو فيه كمان بيقول ان مش محمد نجيب بالعكس ده جمال عبد الناصر لان محمد نجيب كان من اصول سودانية فمش الغريب ان حد غير مصري هو اللي يحكم مصر ده الغريب ان حد مصري هو اللي يحكم مصر مع اني بشكك بصراحة في حوار ان مفيش اي حاكم مصري حاكم مصر من ايام نختمبه الثاني وصولا لجمال عبد الناصر للموضوع يبان ان هو مبالغ فيه بصراحة بس زي ما قولنا انا ما قدرش اقلف حاجة من عندي المصادر هي اللي بتقول كده اما بخصوص ان البانيا دولة اسلامية فلانها دخلت في تبعية الدولة العثمانية من القرن الخمستاشر وبما انها كانت تبع الدولة العثمانية فبالتالي هي تبع خلافة اسلامية فعدد المسلمين فيها بدأوا يزيدوا والناس اللي تخش في الاسلام تزيد اكتر لحد ما بقى مع الوقت يعني المسلمين هم الاغلبية وبالتالي اصبحت البانيا دولة اسلامية في عندي سؤال عن حلقة الجنرال شتاء انت قلت ان روسيا ما تم احتلالها ابدا طب والمغول انا بعرف انهم احتلوا روسيا او يعني اهم جزء منها وعوروا حتى لاوروبا الشرقية ايام المغول في القرن الثلاثاشر ما كانش فيه روسيا اصلا ولكن كان فيه مكانها حاجة اسمها دوقية موسكو وفعلا المغول احتلوا دوقية موسكو انما روسيا اللي اعرفها دلوقتي ما ظهرتش غير يمكن في بداية القرن الثلاثاشر كنا تكلمنا على الموضوع ده بالتفصيل في حلقة سيبيريا ممكن تشوفوها وهتعرفوا توصيل اكتر عنها ليه بيكون عندنا اعتقاد ان السياسات اللي بتتبعها دول العالم الغربي زي دعم الشزوز تعبر عن المجتمع الغربي رغم ان فيه فرق كبير ما بين سياسات الحكومة وقيم المجتمع زي ما المصرين اتهموا الرئيس السادات بالخيانة بعد اتفاقية كامب ديفيد ده مين ده اللي فاكر ان سياسات الحكومة الغربية بتتطفق مع اراء الافراد في المجتمع الغربي رأي المجتمع حاجة ورأي الحكومة حاجة تاني خالص عند الغرب ناخد مثال دعم الشزوز اللي انت ضارب به مثلا دلوقتي لو دورت على اليوتيوب هتلاقي ملايين الفيديوهات لامريكان واروبيين وغيرهم بيعملوا مناظرات مع شواز من نفس بلدهم علشان يحرقوهم وبيحرقوهم فعلا فده دليل على ان الافراد في المجتمعات الغربية مش بيدعموا الشواز ومش معنى ان فيه قلة قليلة ظهر منهم ان المجتمع كله بيدعم الفكرة دي الحوار كله ان القلة القليلة صوتهم عالي بس الشواز بيطلعوا يقولوا احنا شواز ولكن اللي مش شواز مش بيقوا يقولوا احنا مش شواز احنا مش شواز مثال تاني دعم اسرائيل استطلاعات الرأي بتقول أن غالبية شعوب العالم مش بتدعم إسرائيل واخد بالك من كلمة شعوب العالم المظاهرات اللي بتدعم فلسطين بتتعمل في العالم الغربي أكتر ما بتتعمل في العالم العربي يعني الأجانب بيدفعوا عن إخواتنا أكتر مننا ده حتى اليهود اللي في أوروبا بيعملوا مظاهرات إسقاطاً لإسرائيل بيقولوا إن إسرائيل منافية للديانة اليهودية أصلاً تا كلامهمهمة عمرك شوفت أي دولة في العالم فيها مظاهرة بتدعم إسرائيل إنما هتلف كل دول العالم هتلاقي إن الشعوب بتدعم فلسطين وكاس العالم يشهد في كاس العالم ما كانش فيه أجنبي عايز يعمل مقابلة مع إسرائيلي حتى الأجانب اللي حكوماتهم بتدعم رسميا إسرائيل كانوا برضو رفضين يعملوا مقابلات معهم وكانوا يعني بيهنوهم في الشوارع وهنا إنت هتسأل سؤال لما إسرائيل مكروها من الشعوب بالشكل ده يبقى لسه موجودة إزاي إسرائيل لسه موجودة لإن الحكومات هي اللي بتدعمها وهنا بقى تيجي التركاية الحكومات الغربية بتؤمن بحرية الرأي لحد لما تتعارض مع مصالحها يعني فرنسا مثلاً معتبرة نفسها إن هي أم الحريات وأول جمهورية ديمقراطية في العالم وشعبها حر في كل حاجة إلا فيما يخص الإسلام لو أنت لعب كرة مسلم في المنتخب الفرنسي وهتصوم هتضطرد من المنتخب خلصت أمريكا مثلاً شعبها حر في كل حاجة إلا فيما يتعلق بسلامة إسرائيل اعملوا مظاهرات بتدعم فلسطين زي ما أنتوا عاوزين لإننا مش هنبطل دعم في إسرائيل أما بقى منحس دعم الشواز ولا دعم أي حاجة من الحاجات دي فكلها أمور متسابة يتلعب فيها براحتها لإنها مش بتتضارب مع مصالح الحكومات يفرم معي إيه أنا المواطن ده شاز ولا مش شاز مايكش يكون حتى جنس ثالث الشعوب أحرار في الحاجات اللي الحكومات عاوزين يخلوهم أحرار فيها وبس أكتر من كده لا وبس كاديكا تقول لحاجة الفيديو النهاردة إليه أعجب أن تنسيش تنال لك وشاركة في القناة ولو عندك أي سؤال بخصوص الحلقة دي أو الحلقات اللي فاتة تكتبهولي في كومنتات الحلقة دي أو تكتبه في كومنتات الحلقة اللي أنت عاوزين يسأل عليها ولو عجبتك الحلقة دي تشارهة مع صحابك وشكرا